ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله المباشرة بمنطقة الوصول بمعبر باب سبتا خلال عملية مراقبة روتينية للسيارة العابرة تمكنت من ضبط 17.264.600 كورونا دنماركية و120.180 فرانكا سويسريا وأوضح المصدر ذاته أن المبالغ المحجوزة بالعملة الصعبة تعادل ما يزيد عن 25.915.000 درهم أي ما يعادل جتل مليار 600 مليون سنتيم وأشار المصدر الجمهوركي إلى أن هذه المبالغ المالية عتر عليها مدسوسة بعناية في الكرسي الخلف لسيارة مرقمة بألمانيا كان يقودها مهاجر مغربي مقيم بالخارج في طريقه لدخول التراب الوطني وقد تمت إحالة المعني بالأمر على شرطة القضائية بولاية أمن تطوان لتعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية ترجمة نانسي قنقر